بعث حضرته صاحب السمو أمير بلاد شيخ صباح الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن بالغ تأثره وحزنه العميق لحادث تدافع وتزاحم الحجاج بمشعر منه والذي أصفر عن سقوط المئة من الضحايا والمصابين مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد بوسع رحمته ومغفرته الضحايا ويسكنهم فسيح جنته ويلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمنع على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه كما بعث سموه نأب الأمير وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجبر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الممثلة